هنتنقل على السكواج في النادي الاهلي نجمنا الكبير كل مصر عالفها مصطفى عسى ولكن عندنا نجم تاني في الرجال وهي يوسف سليمان ودائما تجيب اخباره وده حقه علينا لانه نجم كبير من احسن 16 لاعب سكواج في العالم يوسف سليمان بيشارك في بطولة قطر الدولية للسكواج يوسف سليمان لعب منتخبنا الوطن لسكواج ونجم النادي الاهلي بيلعب في بطولة قطر الدولية واللي بتتلعب في الفترة من 10-16 ستامر اللي احنا فيه هو مجموعة جوائزها 187 ألف دولار أيوة لانتو 70 وده صح الارقام في السكواش بتعدي في البي اس ايه الورع جنبت يوسف ان يلعب في دور التمهيد عشان هو طبعا في البست احسن من احسن 16 للعيب على مستوى العالم بيلعب في الدور الرئيس على طولها دور 32 هيستنى الكسبان من المجري فاركاس والهندي سوراف هيلعبوا بعضه واللي هيكسب هيروح له بنسبة كبيرة هيكسب ان شاء الله في دور الاتنية هيتلع دور الستاشر قد يصطدم الحسب القرع بأحد اللعيب الكبار ولكن ان شاء الله يوسف قدها يوسف سليمان بيقدم مستوى كويس وما اتمنى لكم التوفيق عايزين يخش في الطبقات عايزين نشوف يوسف سليمان في بطولة العظاماء التمانية قريب ان شاء الله مع اخوه حبيبه يوسف او عسل خليني بس بمناسبة البطولة في الدوحة انا فيه جزء سيت اقوله في خبر كرة السلة اللي هو بطولة العربية في الدوحة ان قطر او الدوحة هتستضيف كأس العالم لكرة السلة عشرين سبعة وعشرين كأس العالم لسه خاصانة هو وقابليها بسنة في الجامعة العمومية تقدمت القطر باستضافة كأس العالم فازت فالنهاردة اللي اربع سنين النهاردة من عشرين حتى وصولا لعشرين سبعة وعشرين كأس العالم اللي اربع سنين دول هنشوف بطولات كرة سلة كثيرة جدا في الدوحة دايماً جرى العرف مش بس في كرة القدم في كل العلاب الدولة اللي بتستضيف كأس العالم التالي الاتحاد بيوجه بصلته تحت دولة بيوجه بصلته للبطولات سواء أسيا بطولة عربية كل البطولات بيوجهها على البطولة أو الدولة اللي بتستضيف كأس العالم حضراتكم شفتم كمان اللي هردى كأس العالم كان في فلبين وبين ماليزيا وسنغافورة كانوا التلات دول دول بينظموا كأس العالم كأس العالم الأندية في سنغافور فإذا البصلة بتتوجه على طول وبيعتبر اتحاد الدولي ده دعم كبير للدولة اللي بتنظم النهاردة الدوحة استلمت رسمي وبدأت خلاص بعد نهاية كأس العالم النهاية اللي كان ما بين سربيا وألمانيا بعدها على طول تم تسليم الدوحة الشارع عشان تستعد أربع سنوات ونتمنى لهم التوفيق طبعا أشقاءنا في قطر إن هم يقدروا ينظموا كأس عالم كبير في كرة السلة كما نظموا كأس عالم فاقت التصورات في كرة القدم كل التوفيق لنا وطبعا أكيد هتمنى منتخب مصر يشارك في كأس العالم ده عشان تبقى الأول مرة تاني سنة على التوالي هتأهل منتخب مصر كرة السلة في كأسين عالمين متواليين